كل سنة وانتو طيبين النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد الدايب الجميل اللي ان شاء الله كل حبايبك لما يدقوه هيسألك على النتيجة وهيسألك على الطريقة وهيسألك على المقدير عشان ان شاء الله هو طالع تحفة في منتهى الجمال اللهم بارك شايفين الجمال حاجة كده زي العسل الكحك الدايب اللي ان شاء الله مش هبطلي تعمليه الا بالطريقة بتاعتي في مطبخ ظهرة البسند شايفين الجمال حاجة كده زي العسل معايا كده ان شاء الله النهاردة كيلو دقيق الكوسر انا ما بستخدمش هلا هو وفي في السوق طبعا انواع كتير من الدقيق ان شاء الله كده برضو تكون نتيجتها حلوة بس دي قال لانا بستخدمه ونتيجته ان شاء الله انا ضمنها وعشان كده انا ما بنخلوش حطت كده كيلو من الدقيق عليهم معلقتين كبار من السمسم المحمص معلقة كبيرة من ريحة الكحك طبعا كل الحاجات دي بيجي بها من عند العطار معايا هنا معلقتين كبار من السكر البدرة هناخد معلقة نحطها على الدقيق والتانية هقولك هنعمل بها اي دلوقتي تمام دي بقى كده على طرف المعلقة خالص كده فانيليا طبعا بتخلي ريحته جميلة وبصي تجيب لأخر الشارع نص معلقة صغيرة خالص من معلقة الشاي من البيكنج بودر دي بقى ايه رشة الملح اللي احنا ايه متعودين عليها خلاص كده انا حطت كل المكونات الجافة هقلبها مع الدقيق كويس انا عملت الكحك بصراحة ما شاء الله طلعت النتيجة تحفة واخر جميل معايا ايه بقى دلوقتي معايا كده السمنة اللي هنستخدمها لكيلو الدقيق بمج الشاي العادي زي ما انت شايفة كده اهو عمل معايا كبايتين وتلت حوالي كم كبايتين وتلت دولت حوالي 550 جرام من السمنة السمنة بتاعتك المج بتاعتك تمليه كده لحد الودن بتاعت المج طبعا عملتها انا النهاردة عملتها مخلوطة خدت بس كده ايه نص مج من السمنة البلدي وكملت الباقي ايه من السمنة العلب ولو عملتي كله بالسمنة العلب مفيش اي مشكلة بس طبعا انا لقيتها متوفرة عندي فقلت يلا بقى ان شاء الله معايا حد حوش وحطت لهم حبة سمنة بلدي كده ايه ندلع الكحك بتاعنا شوي ووالله انا عملته سنين كتير جدا بنفس الطريقة والخطوات وبسمنة العلب وكانت النتيجة طحفة السر معنا النهاردة بقى في ريحة الموز بصي عايز اقولك كنت باعمل الكحك وكله جاي يسأل انت بتعملي ايه من جمال الريحة ما شاء الله حطت كده ازازة من ريحة الموز على السمنة وهحطها على البتوغاز على نار واطية كده لحد ما ايه تسيح كده وتوصل لدرجة حرارة عالية بس ما تغليش معايا بقى هنا العجوة والملبن عملت ايه جبتهم كده من المحل يدوبك كده خدت الملبن دعاكته بايدي بمعلقة سمنة ومعلقة سمسم وحطت عليه شوية من ريحة الموز بيخلي طعمه حكاية وبردو العجوة دعاكتها بايدي جامد كده لحد ما لانت بمعلقة سمنة وشوية سمسم وكورتهم زي ما انتي شايف هنحضر بقى الخميرة بتاعتنا معايا ربع كباية من المية الدفية ودي معلقة السكر البدرة اللي قلتلك عليها في اول الفيديو ضفناها كده على ربع كباية المية ذكري الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام معايا معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي خميرة فورية بس تكون مليانة شوية هنزل بها كده على المية والسكر وقلبهم واسبهم بقى ايه يخمروا الديق بتاعنا اهو والسمنة خلاص كده ما شاء الله سخنت قوي شايفة اول ما تلاقاها كده تاخدي حب الديق في طبق جنبك عند البتوجيز وتاخدي معلقة كده من السمنة اول ما تلاقي السمنة بدأ التفور على الدقيق يبقى كده السمنة وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة الكحك بتاعنا النهاردة احنا عاملينه على السخن بالطريقة طبعا ايه الوالدتي الله يرحمها عودتني عليها بصراحة ما شفتش احلى منها ربنا يرحمها يا رب ويجعله في ميزان حسناتها على الطريقة اللي هي علمتها خلاص كده انا نزلت بالسمنة وبالله عليك يخلي بالك كويس قوي في المرحلة دي ما يكونش حد من الولاد جنبك وتسمي الله كده على مهلك وانتي بتحطي السمنة على الدقيق قلبتها كده بالسباتيولة الاول كده في المرحلة دي طبعا مش هقولك بيبقى سخن ازاي خلي بالك اول ما تحس ان ايديكي مستحملة الحرارة هتبدأ يتقلبي بقى الدقيق مع السمنة كده المرحلة دي بنسميها بنبس الكحك اللي هو بنشرب السمنة للدقيق اهو بنفرق الدقيق كده مع قلب السمنة انا بس لسه لايه الدقيق سخن وعليه السمنة فكنت بعمله بايد واحدة خلاص اما هيدي شوية بايد بعمله بايده الاتنين اهو شايفين ما شاء الله كده خلاص الدقيق شرب السمنة كويس جدا شايفين طريس ازاي ونعم ازاي المرحلة دي كده تثبتلك ان ان شاء الله الكحك بتاعك هيطلع الناجح باذن الله خلاص كده ربع كوباية الميا اللي عملنا عليها الخميرة ما شاء الله تلاقيت ناجحة وخمرت نزلتها كده في الاول على الدقيق برضو بأطراف صوابك هتبدأ ايه تدعاك الخميرة مع قلب العجينة بتاعتك طبعا زي ما احنا متفقين يا جميل اوعي تدعجني في نواعم الايد بترطيف صوابع كده يا دوبك هنشرب السويل للعجينة معايا بقى دي كوباية كوباية لبن بس هي مش لبن كلها نص كوباية لبن دافية عليها نص كوباية من المياه الدافية اداتني المجده هتبدأ اضيف السويل بتاعتك حبة حبة لغاية ما تشوف العجينة بتاعتك محتاجة ولا لا وطبعا هوريك ازاي ان شاء الله تختبريها وتعرفي ان هي كده خلاص استكفت من السويل خلاص كده العجينة بتاعتي بقت تمام زي ما انت شايفة كده هتغذي قطعة من العجين كده وتكوريها كويس قوي قوي كده على اديك اخوة تدسي عليها بصبع كو ما شاء الله العجينة طلعة تحفى ولا بتشقق ولا اي حاجة اول ما تلاقيها لمت وما بقتش تشقق كده ونامت تبقى كده هي تمام انا خدت الكوبية كلها يا دوبك تبقى معلقة هنغطيها بقى بكيس كده ونسيبها تريح شوية ونبدأ ايه نشكل الكحك بتاعنا ان شاء الله يلا بقى كده قبل ما نشكل الكحك قوي تنسي وما تحطيش اللايك لايكات كتير بقى عشان العيد بقى وكحك العيد بقى وبسكت العيد ان شاء الله النتيجة تعجبك بجد انا عملته طالع تحفى اللهم بارك هناخد كده قطعة من العجينة ونكوّرها كويس وهناخد طبعا العجوة بتاعتنا الحشوة يعني ونكوّرها تاني طبعا انا النهاردة هعمله بالمنقاش انا ماشي على طريقة والدتي زي ما هي بالزبط ما غيرتش فيها اي حاجة لان ما شاء الله نتيجتها تحفى اهو ايه رأيك بقى شايف النقشة ان شاء الله زي ما هتدخلي الفرن زي ما هتخرجيه النقشة هتفضل زهرة وجميلة ولا هتفرش ولا هتسيح ولا اي حاجة باذن الله ونصيحة مني لازم تسوي في الصواني الألمونية شايفين الجمال حاجة زي العسل ما شاء الله ما شاء الله يعني جميل جدا 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 شايفين النقشة طلعة سكر شايفين الكحكاية عجباني انا بوريك انها عجباني ازاي ان شاء الله تعمليه وهيعجبك بإذن الله ويطلع من ايدك زي العسل احلى كحك ان شاء الله اهو انا كده خلصت ايه الصانية هو بوريهالك شايفين النقشة طلعة تحفة 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 هي الكحكاية كلها ما شاء الله طلعة جميلة ان شاء الله هتجربي الطريقة بتاعتمبغ زهرة البسانت وتدعيلي بإذن الله خلص كده انا خلصت كمية الكحك كلها شايفين ما شاء الله طبعا انا هسيبه بقى يرتاح بالزبط ربع ساعة بالزبط وان شاء الله اشغل الفرن وسوي يعني ربع ساعة بس مجرد ما سخن الفرن قوي كده خلاص انا دخلته برضو على اول رف في البتجاز على درجة حرارة هادية اول ما اخد لون من تحت رفعته فوق على الشبكة تحت الشواية على درجة حرارة هادية جدا لغاية ما اخد لون بايه الاحمر الخفيف ده زي ما انت شايفه ما شاء الله طالع بصي دايب على الآخر حاجة كده جميلة ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يعجبك طبعا ايو يا تنسي بقى لو لسه ما اشتركتش معايا تنوريني وتشتركت معايا في مطبخ ظهرة البسانت شاء ان شاء الله كل وصفات العيد توصلك اول منزلها بإذن الله شايفين الجمال كحك العيد الدايب بجد بس امشي على نفس الخطوات ونفس الطريقة وانت توصلي للنتيجة الجميلة دي مرشي بقى السكر بتاعنا كده بقى وندلع الكحك بتاعنا حاجة كده اللهم مبارك ان شاء الله كل حبيبك هيسألكي على ايه الطريقة ويا ربي تعجبك وقال فهنة وكل سنة وانتو طيبين مع السلام